اشتركوا في القناة اعطيت له اعلى تنقيم على الزملاء تعموا مباراة شيقة سرته في الشوطة الثانية اللي شعلت 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 والمنقد هو ديخية بكل صراحة ديخية قدم مباراة هو رجل مباراة بالنسبة لي وساعد بالرحمة قدم مباراة شوفوا خوتي من ناحية الاداء قدم مباراة مليحة من ناحية المباراة كمباراة بدنيا يعني مستوى عالي عالي جدا وهذه هم المباراة اللي يحتاجوهم ولادنا اللي تكون فيهم كما قلوا القوة البدنية ويكون فيهم الاحتكاك البدني وتكون فيهم السرعة وتكون فيهم ريتم المباراة يكون سريع وتقيل سريع وتقيل معنتها سريع وتقيل أنه يعييك قصدي مشي تقيل معنتها تقيل سريع أنه تكون سرعة وكما قلوا يعييك هذا كوبش كما قلوا تولف في ريتم مباراة هذا هذا مهم جدا 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 دقنا هذا روفي عندنا مباراة واسمهم تبدأ الثمانية وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت الجزائر ليون ضد ليل راكوا تشوفوا والناس يقولوا مبليسيب صاراهو في القائمة راكوا تشوفوا التحت قا والناس نورمال مو يكون أساسي نورمال مو أو يدخل في الشوطة الثاني لأن قال لك كان هذه الإصابة اللخ خرانية إن شاء الله ما يكون والو على كل حال راهو في القائمة إن شاء الله يلعب نحط لكم الرابط في أول تعليق عيسى من دي راهو أساسي راهو يلعب كنت نشوف في الموباراة نروح نتبع الموباراة وعندنا تانيك وليدنا إسماعين بناصر الميلان ضد طورين وتانيك يلا أبواءة 8 و40 دقيقة في نفس التوقيت معاليل نحط لكم الرابط في أول تأليق في هذا الفيديو إن شاء الله نبدأ وأولا بالتأليق قلت لكم بالتأليق واسمه التمقيد تع ساعدة بالرحمة راكوا تشوفوا ساعدة بالرحمة أعطوه أعلى التمقيد في ويسترام هاوس كورت أعطت له هاوس كورت أعطت له أعلى التمقيد في ويسترام راكوا تشوفوا سبعة فاصل ثلاثة ليجي موره شكو اللي جي موره ليجي موره الرئيس سبعة ليباقي قاعد تحت سبعة ستة فاصل ثلاثة ستة فاصل ربعة ستة يعني ساعد بالرحمة والرئيس قدموا مباراة رائعة جدا وهذا مراهوش كيما يقولوا بمعنى أنه هاوس كورت تغلط ولا تنو ايه تقدر تغلط مشي تغلط حبيت نقول مباللي هاو لكن زيود الروح سوفا سكور أعطات لساعد بالرحمة سبعة فاصل واحد ورئيس سبعة فاصل ثنين هنا أعطات للرئيس كترة من ساعد بالرحمة ولكن ساعد بالرحمة راهو فوق سبعة دائما يعني الأداء اعتقوا ساعد بالرحمة الإحصائيات المباراة هذه أعطات لساعد بالرحمة أداء منح دخلوه في التفاصيل تاعد بالرحمة والمراوغة اللي يدارها على الكازي ميرو على كل يعاج هالك المنطقة الحرارية تاعد بالرحمة كان مشعلها هاديك الجيهة تشوفوا خوتي نبدأ ونهضروا على ساعد بالرحمة ولا نبدأ ونهضروا على المباراة المباراة شكون قتلها قتلها واسمه إيريكسون مدى للراشفورد يعطالوا يعني التمريرا رائعة من أروع ما يكون حطها براسة داخل واليونايتد قريب كانوا سجلوا الهدف التاني كما رخوا تشوفوا ضربت في العارضة في الشلطة التانية ضربت في القائن في الشلطة التانية القارديان ما خلاص ما تحركش يعني هذيك الزر ما دخلتش ولكن نعودوا نقول لوا الويست هام في بداية المباراة في بداية المباراة كان تقريبا اللعب أو اللعب بتاع الويست هام واليونايتد كان متقارب علاش طريق زوب وويست هام كيما نقول لوا يقططعوا الكرة والمرتده كيما رخوا تشوفوا الهنا وكان ساعد بالرحمة بزاب في هؤاما هذوك يعني ساعد بالرحمة اللي كان مقدم خطورة يعني زيد ووسمهم اليونايتد وشدير يقططعوا الكورة من وويست هام يعاوده يدير ومرتده يعني مرتده بمرتده مرتده بمرتده حتى الجلبية هاداك والي مركوه لشوية ولا غراء كنت نتمنى انه حتى وصام تسهل تعادل بيكون صراحة شوطة تانية اللي قدموه شوطة من عروع ما يكون استحواذ على القورة يعني حتى وليدنا كان داخل في المجموعة هذه لأبو مليح رونالدو يا أخوتي اليوم ما بانش قاع وش كان كان مليح دفاعيا رونالدو اليوم يعني ما قدمش هجوميا مش كناش قدم حولو هجوميا ولا ولكن كما قلوه كان دفاعيا مليح كنت نشوفوه دهره مدفع اليوم رونالدو وعدي يا الله كبر 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 بو ما زال يزيد يمدل القورة على كل حال نعاودو نولولولوليدنا ساعد بالرحمة المراوة على طريق زيدا ما ركوا تشوفوا اللي هنا وراني داير اللقطة كاملة راهي في الانسيقرام اللي احب يروح يشوف الانسيقرام يشوف اللقطة تمه ساعد بالرحمة كيفاش ضار بيها خلقها زي ميرو حابس يا أخوتي كاذيك طريقة عزيدا ما يرميها ويدور بيها كيفاركوا تشوفوا اللي هنا خلقها بس كين بزاف قالوا لي بو ما شي بزاف كاللي عجوبهم ساعد بالرحمة وكاللي قال لك أمام المرمى أمام المرمى حاول تيره واحد تير كيفاركوا تشوفوا اللي هنا اياه شدها هو شوف بيكل صراحة ساعد بالرحمة ناقص شوية فليتير مازال ما اخداش الكونفينستاء فيلي تير باش يتيري يعني تيرا تير مد وحد التمرير على سكاماكا سكاماكا يا خوتي بكل صراحة يا خي نعيط على انطونيو لا ولكن انطونيو سمحولي يا خوتي جهاما اه جهاما يعني عنده بنية بنية بدنية كي تعثر مع اللاعبين ما تديلوش القورة وي تيري تيرا وحد التيري يا خوتي كيفاش وسمه ديخية كيفاش جبدها كيفاش طلع معاها يا خوتي وي تيري وحار يعني انطونيو انطونيو بن سكاماكا انطونيو من يدخل انطونيو سيطرت على المباراة من يدخل انطونيو واسهم سيطرت على المباراة سكاماكا يقعد ينتظر في الكورة اما انطونيو لا لا لو ماركيتو يطلع يجيب كورة يدير الضغطه على الحارس على الديفونسور يتحرك بزيز او زربوط يعني وحتى تشوف وتقيل بالصح يجري يجري يا خوتي زوج قناطر بالصحيvention بعد أن يتغول Salad بالرحمة اليوم الأذان الذي يقدمه اليوم كان يلعب مع أصحابه كان يمرر كثيرا في بعض الأحيان وكان يمرر وكان يمرر وكان يمرر تغييرها 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 ساعد بالرحمة لعب 90 دقيقة بدأت المقارنة بين ساعد بالرحمة ساعد بالرحمة ينحي بالليلي لا يستدعي بالليلي يستدعي اللاعبين ساعد بالرحمة يقدم فيها أداء مليح تلت المباراة الأخيرة أداء مليح خاصة الفعالية أمام المرمى لازم وضروري جدا 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 أن ساعد بالرحمة يحاول يركز ساعد بالرحمة يتزارى في السماء غير ما تتريش لكي يتطلق МУЗЫКА تتريش هالغارديام لذلك ولكن ساعد بالرحمة يتزارى في السماء على كيف يتضل يعني هذك كما قلوا هذك اللي يحطوا له الصور وكذا ومنه ويحاول كيفاش يتيري باش يحفظ المنطقة الملعب لأنه عنده الثلاث سعين الموسم الثالث واراه يعاني مع ديفيد مويس والحمد لله هاركوا يشوفوا واراه يلعب فيهم مباراة كبار كما هادوما ومباراة كبار كما هادوه هادوه هاده هو هاده هو المستوى العالي وهذه هي اللي تقدر تقيم اللاعبين هاده هي اللي تقدر تشوف مستوى تعلاج هاده هي اللي مش يتلعب لي أنا مع لبيش ضد نادرة وفعلها بطا وتقدم لي هاده مليحهم بعد تلحق مباراة كبار كما هادو ما راكوا تشوفوا اليوم قدم مباراة شابة بيكون صراحة قدم مباراة شابة عن صحابه دفاعيا كان يطلع يهبط استرجع عدة كورة الكورة اللي استرجحها يعني استرجع واحد الكورة مع لبيش كون يتيرها وتقمص معها يعني واسمه دخيات قريب يعني شعرها يعني وكانت تدخل الداخل شكون اللي استرجحها استرجحها ساعد بالرحمة محباش مباراة كاملة هو طالح حابط طالح حابط طالح حابط هاده اللي يعطي لك النيفو يعطي لك المستوى تساعد بالرحمة وهدو هم اللاعبين توانا اللي يسحقوهم تعال اللاعبين تعال المنتخب الوطني يسحقوا اللاعبين يلعبوا في المستوى العالي هادا عليه يلعبوا في المستوى العالي هادا ويلعبوا في مباراة كبيرة هانا كي تحط لي باريزو كي ما قلنا ريادم حاس حطوا يلعب في منشيسر سيتي ما يلعب لك ش ضد اليونيتد ما يلعب لك ش ضد ليفر بول ما يلعب لك ش ضد شلسي ما يلعب لك ش ضد الصونان ما يلعب لك ش كده يلعب منها غير مع واتفورت ويلعب لي مع نوتنغام ويلعب لي مع انذية اللي طلعت من الدرجة التانية والدرجة الاولى المساوى التعاكل تماما ما تقدرش تحكمو بسع كي كونو عندك لاعبين كيما هادوما يلعبوا مباراة عالية الجودة اليوم مباراة عالية الجودة ناقصين هالاهداف ولكن كانت سخونة صورتو في الشوطة التانية شعلت 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 بتاع الصحة وسيطارات عوستهم كبيرة جدا 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 فاللاعبين كي يلعبوا في هاد المستوى وفي هاد الرئيم في هاد الضغط ضغط المباراة كيما هادو كيكونوا في المنتخب الوطني كيكون عندك عشرة لاعبين سبعة ثمنة لاعبين يلعبوا فالمستوى هادا في مباراة كبار كما هادو مش يلعب ببرك يكون واجد نفسيا يكون واجد في زيكم ويكون يعني كي يطح في مباراة معك منتخب بتقيل ولا يكون دي جمال بهذا الريتم تح المباراة مش يلعب لكم بعدي عيالك في الشوطة التاني هذا هو وش نس حقانا من اللاعبين هذا وش نقدر نقول لكم خوتي صافي بليزر شفت اليوم ساعد بالرحمة ضد اليونيتد وصافي بليزر شتو 90 دقيقة ما نطويش عليكم خوتي نقول لكم السلام ولكم ورحمة الله وبركاته سلام